مساحة الجزائر تقدر بـ 2.3 مليون كيلومتر مربع وتمثل الصحراء منها نسبة 80% وما نسبة 20% من مساحة الصحراء الإفريقية مجتمعة وهي تشكل ميزة هامة للبلاد حيث جعلتها تتوفر على مخزون هائل من الطاقة الشمسية الذي يعتبر من أعلى الاحتياطات في العالم في هذا الصدد علق الملياردير الأمريكي آيلون ماسك رئيس شركتي تيسلا وتويتر في تغريدة له على موقع التويتر حول إمكانيات الجزائر من الطاقة التي قال أنها تكفي لتزويد العالم بكله كان هذا رده على تغريدة نشرها ماسيمو في هذه التغريدة الذي علق أيضا وهو مختص في علم الفلك والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية والفيزياء قال هذه خطوة واضحة تغريدة ماسيمو التي تتابعونها على الشاشة قال أو جاء فيها أن مساحة المربع الكبير المرسومة على الخريطة مشيرا إلى صحراء الجزائر التي تظهر فيها الشاشة تكفي لتزويد العالم وأوروبا وألمانيا بالكهرباء تخيلوا في حالة استغلاله لاستمداد الطاقة الشمسية المتجددة الخبر تفاعل معه المغردون الجزائريون بالخصوص رصدنا لكم بعض التعليقات هذا الحساب لألجيغيان علق على تويتر علق الملياردير الأمريكي أيلون ماسك على قدرات الجزائر من الطاقة الشمسية مؤكدا بأنها تستطيع تموين العالم نأخذ حساب آخر هذا الحساب علق وكتب أيضا على الفيسبوك أو على تويتر الاستثمار في الطاقة الشمسية هي خطوة جد مهمة للاستقلال عن اقتصاد الغاز والبترول والدخول إلى السوق الطاقة النظيفة التي يبحث عليها العالم بأجمع والحكومات الأوروبية والأمريكية تعيش ضغطا كبيرا بسبب التغيرات المناخية والشعور هناك أو الشعوب تتجه نحو استعمال الكهرباء في جميع المجالات نأخذ تعليق آخر رحيم كتب أيضا حول هذه الحادثة بلادكم خيرات الله فيها وغيركم يعرفها أحسن منكم الجزائر ستمد العالم بالطاقة ننتقل إلى حساب آخر أو هذا آخر حساب أنتم أيضا مشاهدين يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق الإخضرية